مرحبا بكم صفحة خلاف جديدة بين تركيا وإسرائيل تتناغم مع العلاقات المتوترة بعد الحرب التي أطلقتها تل أبيب على قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر الفائت الميدان الرياضي كان مسرحا للتوترات الأخيرة بين أنقرة وتل أبيب بعدما اعتقلت الشرطة التركية اللاعب الإسرائيلي ساكيف يحزقيال على خلفية تعاطفه مع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق لتتصاعد بعدها ردود الفعل الإسرائيلية المهاجمة للحادثة والتي جاء أبرزها على لسان وزير الدفاع يو أفغالنت الذي اتهم تركيا بأنها الذراع التنفيذية لحركة حماس قبل أن يدعو زعيم حزب الحركة القومية إتمار بنكفير الإسرائيليين إلى إخلاء تركيا ومقاطعة منتجتها ويصف الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان بن نازي حديثة مشابهة تعرض لها اللاعب في بشاك شهير أين كارزف الذي أعلن ناديه فتح تحقيقا انضباطيا ضده بعدما انشورا على مواقع التواصل الاجتماعي دعا فيه إلى سرعة الإفراج عن الأسرة وفي الوقت الذي ينظر البعض لهذه الحوادث كنوع من التصعيد التركي ضد الحرب على غزة يرىها آخرون بشكل مغاير تماما فأحزاب معارضة في أنقرة صعدت من حدة انتقادها للرئيس التركي الذي على الرغم من تصريحاته الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية وأنه ما زال يبقي على العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع تل أبي الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة عن مصير العلاقات بين تركيا وإسرائيل إذا أتمسك الحكومة الإسرائيلية بالحل العسكري في مسعاها لإعادة محتجزها من القطاع من اسطنبول ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أوكتاي يلمز ومن القدس ينضم إلينا الباحث السياسي يوني بن مناحم سأبدأ معك سيد أوكتاي إذن ثمت توتر في العلاقات بين تركيا وإسرائيل المجتمعات المحيطة بإسرائيل عموما معبئة ومشحونة بالغضب لكن لافت بأن العلاقات الدبلوماسية لم تنقطع تماما لماذا؟ تحية طيبة مساء الخير نعم هناك توتر قائم منذ بدء أحداث العنف في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل وبدء العمليات الإسرائيلية ضد حماس وضد الأهالي في غزة نعم لم تنقطع العلاقات الدبلوماسية لأن كانت العلاقات انقطعت قبل سنوات وعادت بسعوبة أعتقد أن الطرفين رغم كل هذه الخلافات والتوترات تعلموا من جانبين ضرورة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية صحيح أن الشفراء من طرفين عادوا إلى بلديهما ولكن ما زالت هناك السفارة متبادلة وتعملان وهناك علاقات دبلوماسية هناك تواصل دبلوماسي وكذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية مستمرة رغم هذا الخلاف وهذه التصريحات السياسية أعتقد هناك قناعة من طرفين حول ضرورة الاستمرار هذه العلاقات الدبلوماسية الإبقاء على هذه العلاقات ولو في أدنى المشتوى طيب سيد يوني هل توافق بأن الطرفين يريان بأن العلاقات يجب أن تستمر على الرغم من الخلاف بالتأكيد أنا أعتقد بأن الرئيس سردوغان وأيضا رئيس الحكومة نتنياو يفهمان بأن في هناك مصالح مشتركة للبلدين والتركية هي دولة مهمة بالشرق الأوسط وأيضا إسرائيل لها مكانة خاصة في الشرق الأوسط على امتداد التاريخ دائما كانت هناك علاقات بين إسرائيل وبين التركية صحيح كان هناك مد وجزر في العلاقات ولكن بنهاية المطاف ليس هناك بديل إلا أن تكون هناك علاقات ديبلوماسية بين البلدين والنظام كان يتغير في نهاية المطاف الرئيس سردوغان وأيضا سيتغير نظام بن يمين التنياو ولذلك أنا أعتقد بأن الشعبين الإسرائيلي والتوكي يريدان الاستمرار بالعلاقات التي كانت في الصابت بين الشعبين سيد أكتايل بعض تحدث بأنه في علاقات تجارية ممتدة وتطبيع اقتصادي بين الجانب الإسرائيلي والجانب التركي اليوم عندما يستدعى لاعب متضامن مع الرهائن في غزة يعني الحركة بحسب بعض المراقبين تبدو شعبوية قليلا واستعراضية من الجانب التركي لاسترداء الجمهور الغاضب يعني أنا كذلك أرى هكذا هناك تسيس لهذه الحادثة والتضخيم من الجانبين حتى يعني هنا الرد كان مبالغ ضد اللعب وكذلك ردود الأفعال من الجانب الإسرائيلي المبالغ وشيء من التضخيم مبالغ يعني حسب ما فهمتم من تصريحات اللعب أنه كان يريد فقط رفع شعار للإشارة إلى مرور مئة يوم من بدء الحرب دون الإعلان عن استمرار هذا الحرب فقط كان أراد إظهار لافت حول مرور مئة يوم وربما أراد التضامن مع الرهاين الإسرائيليين يعني حسب تصرحته أنه لم يكن يعني يهتم بالسياسة وكان يريد انتهاء هذا الحرب هذه الحرب وأعتقد تم تضخيم المسألة أكثر من اللازم ولكن بنفس الوقت استمرار هذه الحرب يعني تؤجج المشائر حقيقة لدى الشعب لا أقول كل الشعب ولكن عظم الشعب التركي مشاعر الكره والقصومة لجانب الإسرائيلي لأن كل يوم في جميع النشرات الأخبارية الناس يشاهدون قتل المدنيين في غزة الأطفال والنساء والشيوط يعني هذه بكل التأكيد يعني يؤجج المشاعر ضد الإسرائيل والعملية الإسرائيلية هناك نعم إسرائيل تقول أنها تضافع عن النفس أو تستخدم حق التفاع عن النفس ولكن ما قامت إسرائيل بكل التأكيد يعني أنا أحاول أن أكون متوازن يعني جاوزت حقيقة حدود اتفاع عن النفس يعني ما من استيطاف أعلاف للأطفال والنساء وميلادان أو عدم الاهتمام بالقتل المدنيين هذا يخلق يعني سواء كانت الحكومة التركية أرادت أم لم تريد هذه المشاهد تخلق أجواء أو تسمم الأجواء تجاه إسرائيل لأن هناك روابط ثقافية دينية تاريخية بين الشعب التركي والفلسطيني صحيح بنفس الوقت وأنا كذلك يعني من ضمن من ينادون بضرورة الحفاظ على العلاقات الجيدة مع إسرائيل ولكن استمرار هذه العملية يعني تغير الأجواء حقيقة أنا 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 أنادي بالحفاظ على العلاقات الثنائية لأنه هناك مصالح مشتركة مصالح ثنائية مشتركة بين الجيدة سيد أكتاي أنت 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 معارض للنظام الحاكم أنت معارض للعدالة والتنمية أليس كذلك؟ أنا صحافي مشتقل لا مأيد ولا معارضة ولكن أنت ميال إلى الطرف الآخر إلى المعارضة أنا 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 موضعي سيدتي أنا أريد فقط أن أذكر لسيد يوني بأن الوضع القائم في تركيا اليوم بأن المعارضة وحزب العدالة والتنمية وهذا المحور متفقان على أدانة إسرائيل وإدانة هذه التصريحات سواء من بنكفير أو غالنت غالنت أيضا قال بأن تركيا تخدم أجندة حماس اتهم تركيا بأنها الذراع التنفيذي لحركة حماس هذا تصريح تصعيدي أيضا هل ستنتهي الأزمة هنا مع التصريحات التصعيدية؟ أم أن الأزمة ستزداد؟ خصوصا أن غالنت يبدو كان من حديثه في عتب وذكر أردوغان بالمساعدة أثناء الزلزال أنا أعتقد بأن الأوضاع ستتساعد أكتر وأكتر لأن إسرائيل تنوي الاستمرار بالحرب وليس بوقف الحرب وهي تنوي احتلال كل قطعة غزة من أجل إسقاط حركة حماس إسقاط حكم حماس قطعة غزة والعلاقات بين الرئيس أردوغان وبين رؤساء حركة حماس هي جيدة جدا وهو رؤساء حركة حماس مثل إسماعيل هنية وخالد مشعل وآخرين له منازل أزون في إستنبول سكنين مع عائلاته محيانا والعلاقات هي يوودية جدا بين أردوغان وبين الرئيس أردوغان وبين قادة حماس ولذلك أنا أعتقد بأن الوضع يتأثر عندما ستقتامل إسرائيل احتلال كل قطعة غزة طيب ابقى معي ضيفايل كريمان مشاهدين تركيا التي حاولت الحفاظ على موقف متوازن في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة كما يقول خبراء بهدف محاولة لعب دور الوسيط بين الطرفين لإنهاء الأزمة صعدت من حدة خطابها تجاه إسرائيل بعد ارتفاع عدد القتل المدنيين في القطاع شراء الهجوم الإسرائيلي الاحتجاجات التي جابت تركيا يقول مراقبون أنها شكلت أيضا ورقة ضغط على أردوغان ودفعته للاستجابة لنداءات شعبه وتبني موقف أكثر صرامة مع إسرائيل لكنه لم يقم بأي تحرك دبلوماسي ضد إسرائيل إنما طلب سفيرها للتشاور فقط أنقرة أظهرت اهتماما قويا بالانخراط في تحديد مستقبل غزة بعد الحرب من خلال إبداء رغبتها في أن يكون لها دور في إعادة أعمار القطاع أو ربما المشاركة في مشروع نشر قوات لحفظ السلام في غزة الوقت الذي تقول فيه إسرائيل أن تركيا تدعم حركة حماس يرى آخرون أنها تلعب دورا محوريا في جهود إنهاء الحرب ووضع خطط أمنية لغزة بعد الحرب بما يحافظ على علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل من الملاحظ أن أردغان يحاول منذ بداية الحرب إرساء أسس للمفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس مؤكدا أن دور بلاده أساسي في إيجاد حل سلمي بينهما لكن هل لا يزال ذلك ممكن في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب سأعود إلى السيد أوكتاي يلمز من إسطنبول سيد أوكتاي البعض تحدث بأن تركيا مقصرة كان يجب بحكمي أنها لاعب إقليمي كبير أن ترفع دعوة مثلا مثل تلك التي رفعتها جنوب أفريقيا أن تذهب بعيدا في عملية التمثيل الدبلوماسي وإغلاق السفرة كيف تبرر تركيا اليوم عقلانيتها بين قوسين إذا ما يحدث في غزة أعتقد أن هذه الأقلانية تميل نحو الدعم الكامل لفلسطين وللفصائل الفلسطينية في بداية الحادث حقيقة أنقرة أظهرت موقفا حياتيا إيجابيا نددت العملية ضد المدنيين وقتل المدنيين من طرفين ودعا الطرفين لأدم التصعيد ولكن مع بدء العمليات الإسرائيلية والقتل المدنيين والتخريب والتشريد وأعمال العنف ضد المدنيين في غزة الموقف التركي وموقف أردوغان بدأ يتطور ويميل بالمطلق إلى الجانب الفصائل الفلسطينية هناك حراك طبعا الحكومة أطلقت طعم أو يعني هناك طعم للجمعيات المدنية للعمل بهذا الشأن هناك مظاهرات احتجاجات وتحرك لجمع الأضلة أو للذهاب للمحاكمة الدولية بهذا الخصوص بنفس الوقت هناك إدراك يعني أعتقد كما قلت في البداية هنا الجانبان تعلموا من الدروس الماضي يعني قط العلاقات بالكامل ليست لمصلحة الجانبين ولا لمصلحة القضية الفلسطينية في هذه الحالة تركيا تخسر إمكانية التأثير على سير الأحداث أو إمكانية التأثير على بعض القرارات الفلسطينية أو إسرائيلية من الأقلانية ومن المصلحة لحفاظها لهذه العلاقات الدبلوماسية ولو في أقل المجتوى من جانب آخر يعني هناك من ينتقد الحكومة بجانب طعمها لسبب طعمها والدبلوماسي والكلام لحماس والفصائل الفلسطينية هناك من ينتقد ويطلب الحكومة بالحياة وبعدم الانخراط لقضايا الشرق الأوسط الخلافية أو الخلاف بين إسرائيل والعرب ومن إلى ذلك يعني من مصلحة تركيا أعتقد يعني عدم الانخراط بهذا الشكل بالنهاية يعني هناك دول العربية مؤثرة معنية بالدرجة الأولى بهذه القضية بمصر يعني أم تعتبر الأم في مثل هذه القضايا يعني تمتلك الحدود وتمتلك التأثير على الفصائل الفلسطينية إذن تقول باختصار أنها ليست مشكلة تركية هذه ليست مشكلة تركية المساهمة لا أقول هذا هذه مشكلة إنسانية مشكلة إنسانية جماعية وتركيا معنية بالمسألة ولكن أعتقد المساهمة الأفضل لتركيا أن تدعم التحركات العربية وأن تدفع باتجاه وقف إطلاق النار والسلام العادل والشامل في المنطقة سيد يوني البنك إسرائيل تحدث عن أن اقتصاد إسرائيل تطور وأصبح اقتصاد جزيرة أو أشبه باقتصاد جزيرة منفصل عن دول الشرق الأوسط بشكل عام الاستثناء الوحيد كان علاقته مع تركيا هل العلاقات التجارية مهددة مع الجانب الإسرائيلي خاصة أن التجار في النهاية هم الترك والضمير الشعبي يعني المحيط بإسرائيل يبدو متوترا أم أن هذه سحابة صيف كل شيء مهدد اليوم وأنا حسب تقديراتي سيكون لك تسعيد بالتوتر بين البلدين مع استمرار الحرب إسرائيل لن تتنازع عن الهدف لإسكاد حكم حماس حماس كتعرزة وهذا بالطبع يؤثر على رئيس أردوغان شخصيا ولا نستطيع أن نتوقع ماذا سيكون رد فعل أردوغان ولكن بنهاية المطاف كما قلت ليس هناك أي بديل لاستمرار العلاقات بين البلدين وفي هناك مسالح مشتركة حتى على الرغم من الأصوات التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية مثلا نعم نعم بنهاية المطاف كل شيء يعود إلى ما كان في السابق يعني في المستقل بعد انتهاء الحرب لأن ليس هناك أي بديل إلى الاستمرار بالعلاقات بين البلدين يعني التركية بالنسبة لإسرائيل هي دائما كانت حركات سياحة مكثفة جدا للإسرائيليين في التركية يعني عشرات العلاف كل سنة من الإسرائيليين كانوا يسافرون إلى التركية والتركية استفادت كثيرا من الحركة السياحية الإسرائيلية وأيضا من علاقات التجارية في هناك مسالح متبادلة ولذلك لا يمكن التنازل على المسالح المشتركة وكل شيء سيترير بعد الحرب هل تختلف هذه الحرب سيد أوكتاي من حيث نطاقها وجولة العنف الكبيرة التي أحاطت بها أم فعلا ستعود للعلاقات كما قال سيد يوني باختصار لو سمحت يعني نتمنى تفسيع نطاق الحرب وهذا ليست لمصلحة أي طرف حقيقة في المنطقة ولذلك أعتقد أن الحرب إما خلال الأسابيع أو الشهور ستنتهي بكل التأكيد ولكن هناك حصل الشرخ كبير في العلاقات يجب عدم توسيح هذا الشرخ في العلاقات التركية الإسرائيلية كما ذكر طيفكم الكريم يعني هناك مصالح مشتركة كبيرة وتركيا تستطيع التأثير على سير الأحداث بالخفاظ وحماية علاقتها مع إسرائيل يعني إذا قاطعت هذه العلاقة لا تستطيع التأثير أو التدخل في سير الأحداث أو التطورات ما بعد الحرب نعم شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي أوكتاي يلمز كنت معنا من إسطنبول ومن القدس شكرا للبحث السياسي يوني بن مناحم شكرا للمشاهدة